ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله نشرت صحيفة إلقايس الإسبانية تقريرا مطولا حول الأشخاص الذين يمتهنون التهريب عبر معابر سبتة ومليليا والذين يوصفون بالحمالين ويبلغ عددهم 30 ألفا الصحيفة الإسبانية نشرت صورا صادمة لنساء يمتهن التهريب بطريقة مهنة مشيرة إلى أن هؤلاء يعيشون حياة الجحيم على الحدود إلقايس التقت بأحد النساء الممتهنات للتهريب المعيشي والتي تسمى خديجة والمنحدرة من مدينة القصر الكبير حيث ذكرت للصحيفة أنها كانت تعمل كبائعة نعناع في الأسواق المحلية بعد أن تعرضت للاغتصاب وهي في السن الرابع عشر حينما كانت خادمة بيوت وأوردت أن سوء المعاملة التي كانت تتلقاها من زوجها وغياب مدخول يضمن لأطفالها الأربع قوتهم اليوم دفعها إلى العمل في التهريب المعيشي حيث تستيقظ كل يوم فجرا لتحجز لها مكانا ضمن الطوابر الطويلة التي تصطف أمام المعابر الحدودية لمدينة سبتة المحتلة وأضافت أن خديجة اكترت بيتا صغيرا في مدينة الفنيدق كاستييخو المحاذية لسبتة المحتلة حيث يعيش العديد من الحمالين مشيرة إلى أن اقتصاد المدينة يقوم أساسا على التهريب المعيشي البايس تطرقت إلى حادث مصرع امرأة تدعى فاطمة وتبلغ من العمر 48 عاما وهي أم لخمسة أطفال ناشتنبر الماضي حينما سقطت على حاجز صخر محاولتنا الدخول إلى المدينة للعمل كحمالة وذكرت أن المواطنين المغاربة يمكن لهم حصريا دخول سبتة وامليليا إذا كانوا مسجلين في أقاليم تطوان والناظر الأقرب إلى المدينتين المحتلتين الصحيفة الإسبانية أوردت أن معابر سبتة وامليليا تعتبر الأكثر ازدحاما في إفريقيا حيث ينتظر الحمالون الطوابير وتحملون الإهانات والإساءات والطقس القاسي للحصول على راتب يومي تراوح بين 10 إلى 30 يورو أي 100 درهم إلى 300 درهم وهذا يتوقف على وزن الحزم التي ينقلونها على ظهورهم البايس ذكرت أن قرار المغرب إغلاق المعابر البرية الخاصة بالراجل بسبتة وامليليا أتار كثيرا على اقتصاد المدينتين والدخل لآلاف من الأسر المغربية التي تقتات على التهريب المعيشي وذكر أن خمسة آلاف شخص من عاملات منازل وغيرهن يدخلن ويغادرن المدينتين يوميا ويزداد الإقبال يوميا بعد يوم بسبب قلة فرص العمل بالمغرب الصحيفة نشرت أن 40% من السكان الأصليين لسبتة وامليليا هم من المسلمين فيما تتشكل الساكن النشطة من مسؤول المدينتين والأمن والجيش نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر